تمتلك محافظة بنسويف مركزاً للسيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة يعد مركز السيطرة نقلة حضرية كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات في الدولة تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء فروع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في جميع المحافظات تمتلك محافظة بنسويف مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة وذلك ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة هذا ويسهم مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وصرعة التعامل مع الطوارئ وقد امتلكت محافظة بنسويف مركز السيطرة الذي يضم 16 مقعدا تم اختيار وتدريب شاغليها من كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز ويعد مركز السيطرة نقلة حضارية كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودووين المحافظات في الدولة مما يسهم بشكل كبير في التدخل السريع عند حدوث الأزمات وذلك استكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي ويهدف المركز إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص الزمن لاستجابة للحوادث وتعزيز التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات حيث يعد إنشاء المركز أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة